اخر فكرة بدي يحكي عنا بالQuality of service protocols هي الشيپنج والبالسينج الشيپنج طبعا انا عم بعمل شايپنج لنتورك والبالسينج عم بعمل بالسي على النتورك شو بيفروع عن بعض شايپنج معناته انا في عندي الاترافك اللي موجود عندي هون عم بيكون في عنده فاريييشن طبعا وذن تايم فاذا الشايپنج تقدر خليه انا يكون هيدا الاترافك عم بيقطع عندي بكينتينيوس تايم فاذا بيجي انا بجمع هيدول الديتا ببوفر وبخليهم كل اياتهم يقطعوا عندي على كنتينوستايم باستفيد بموضوع اني انا عم بعمل للجتر يعني بالنسبة للرسيفر عم بيوصلوا له الانفرميشن كل اياتهم تقريبا بكنتينوستايم ولكن مش بالضروري دايما انريل تايم بحالة الشايبين لازم نفهم كتير بهيدا الموضوع انه موضوع الشايبين بيخلي الرسيفر يحس انه الفلو اف انفرميشن عم بيكون في عنده كنتينوستايم ولكن ممكن ما يكون بالريل تايم لانه ممكن يصير في عندي شوية بوفرينج تقدر انا اعمل متيجيشن للجابس اما بحالة الباليسينج هندي بيستعملوه الاسبز مشان ما يخلوه هيدا اليوزر يطلع على البندوس المحدد يعني هو طالما كان تحت الكميتد انفرميشن رايت ما في مشكلة يعني تحت الخط ولكن بمجرد ما بدو يطلع فوق الخط دغريب بيحاول انه ما يخليه بيمنعه فمشان هيك هنلاحز انه عم بيكون في عندي كاتس بهيدي الحالي انا تقدر اعمل موضوع الشايبينج والباليسينج بغض النظر كيف انا بستعمل منهم بسميهم التوكن باكت والليكي باكت كيف بيشتغلوا هيدول البروتوكولز مش هحكي عنهم بالوقت الحالي ولكن الباكت هو عبارة عن متل كأنه انا في عندي جرة صغيرة بقلبه ماي ومفتوحة من محل معيم كل ما هيدا الجرة عم بيتعبى بقلبه ماي وبدو يظهر الماء من قلب الفتحة الصغيرة عم بيكون عم بيظهر بهيدي الحالي انا بكون عم بعمل شايبينج اشتركوا في القناة